السينما المالية تحل ضيف شرف على المهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبغا في دورته الرابع والعشرين من خلال المشاركة بفيلمين اثنين في المسابقة الرسمية المدير العام للمركز السينمائي المالي فوسيني مايغا اكد بالمناسبة ان السينما المالية تدين بفضل كبير للمغرب البلد الرائد في مجال السينما الذي مفتئ يدعم الابداع الافريقي ويمنح السينمائيين الماليين الفرصة للظهور المشاركة المالية في المهرجان ستكون بفيلمين في المسابقة الرسمية وبالعديد من الافلام التي تم عرضها خارج المنافسة لسيما الافلام الكلاسيكية التي تحيل على التاريخ العريق للسينما الافريقية المهرجان الذي اختار شعار السينما الافريقية جمالية تسائل عصرها يتوخى تكريس التقاليد السينمائية الافريقية تعزيزا للاشعاع الذي يستحقه الفن السابع الافريقي اقول دائما ان مهرجان خريبغا ولد من رحمي للجامعة الوطنية الامدية السينمائية وهو بذلك ولد مناضلا وسينيفيليا وسيظل في هذا النهج خدمة للسينما الافريقية ويعد مهرجان خريبغا للسينما الافريقية احد اقدم مهرجانات السينما بالمغرب وثالث اعرق المهرجانات بالقارة الافريقية اشتركوا في القناة